أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية وحرص المملكة على مواصلة ترسيخ هذه الشراكة على كافة المستويات وخاصة العسكرية والدفاعية منها وذلك بما يحقق التطلعات المشتركة ويعودوا بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين سموه أشار للأدوار المهمة للولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في حماية حركة الملاحة البحرية الدولية من أي تهديدات تؤثر سلبا على مسار التجارة العالمية مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لضمان الأمن البحري وتعزيز استقرار المنطقة جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم يرافقه الرائد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مقر وحدة الإسنار البحري الأميركي بالمملكة بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من المسؤولين حيث كان في استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة والسيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وبعد أداء التحية البحرية العسكرية لسموه ترحيبا بوصوله قدم لسموه إيجاز عن الوضع الأمني في المنطقة ودور الأسطول الخامس الأمريكي والمهام التي تقوم بها القوات البحرية الأمريكية وقوات الدول الشقيقة والصديقة المتواجدة في المياه الإقليمية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين هذا وقد شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء جانبا من النسخة السابعة من التمرين البحري الدولي المشترك حيث اطلع على بعض السفن المشاركة والمجهزة بأحدث التقنيات والسفن المسيرة كما اطلع على الإسناد البحري لسلاح البحرية الملكي البحريني المشارك في التمرين وأكد سموه أن مثل هذه التمرين المشتركة تعزز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تحد من حرية الملاحة والحفاظ على التدفق الحر للتجارة البحرية في المنطقة والعالم معربا عن شكره لقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة وسلاح البحرية الملكي البحريني على مشاركتهم وجميع الدول المشاركة في هذا التمرين البحري الدولي المشترك المهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف هذا التمرين وقد قدم الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة قدم إيجازا لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء عن النسخة السابعة من التمرين البحري الدولي المشترك والذي بدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى السابع عشر من شهر فبراير المقبل حيث أكد أن التمرين يهدف إلى زيادة القدرات وتعزيز علاقات القوات البحرية للدول المشاركة من أجل الحفاظ على النظام الدولي وتحقيق السلام مشيرا إلى أن هذا التمرين يعد أكبر تمرين بحري مشترك في الشرق الأوسط بمشاركة ستين دولة ومنظمة دولية بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تعد أكبر تمرين للأنظمة المسيرة في العالم حيث يضم أكثر من ثمانين نظاما مسيرا من عشر دول مشاركة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر